ما زال طبعا أصداء خسارة النادي الأهلي لنهاء دوري أبطال أفراقيا محل حديث من الجميع الكل يتحدث عن خسارة النادي الأهلي الكل يتحدث عن توابع خسارة النادي الأهلي والنهاردة هنفتح مع حضراتكم حديث فيما يخص بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني المدير الفني الناجح جدا مع النادي الأهلي بس قبل ما نروح لبيت سمو سماني تعالوا الأول نحط شوية نقط على الحروف الأهلي كسبان اتنين دورة أبطال أفريقيا على التوالي واخب برونزية كاس العالم للأندية مرتين على التوالي وشوية بطولات في النص طيب لما تيجي تتكلم على خسارة أمس هي خسارة في المباراة النهائية من بطولة دورة أبطال أفريقيا يعني مش خسارة مثلا في دور المجموعات في دور الستاشر في دور التمانية في دور النصف النهائي ده توصلت الآخر نقطة ممكنة المباراة الفصلة لتحديد البطل ففي المجمل لو حد بيقيم أداء النادي الأهلي خلال ثلاث سنوات فبنسبة نجاح تفوق التسعين في المائة وشيء العشر في المائة دي خسارة الدولة مع السوبر المصري فنجاح فيه نجاح نجاح فني واضح للجهاز الفني واللعبين الحالية عشان بس يبقى الكلام موزون عشان يبقى الكلام منطقي وكلام عاقل دون عصبية دون نرفزة خلونا منطقيين في شيء انه المكسب بيجيب فرح بيجيب فخر بتقول كل حاجة عظيمة بتقول كل حاجة حلوة يعني انت لو الأهل مبارح كسب المباراة كانت الإدارة عامية شغلها والجهاز الفني عامل شغله واللعبين رائعين والجامهير اللي سفرت عظيمة وكل حقيقة الجامهير اللي سفرت دي سواء الأهل كسب خسر حصل ايه هم جامهير عظيمة عشان اللي عملو ده بس الخسارة تدقي كل حاجة بالعكس إدارة النادي الأهلي قصرت انها ما حفزتش على حقوقها الجهاز الفني أخطأ في أمور فنية اللي عبين ما لعبوش برجولة كل حاجة بتبقى سيئة مع الخسارة بس دي مباراة دي مباراة فتقييمك يبقى تقييم شامل عشان يبقى تقييم حقيقي صحيح قبل ما نروح من ليه المسلماني برضو قافل أول جزئية إدارة النادي إدارة النادي الأهلي فيما يخص ملعب المباراة النهائية الأول أنا في رأيي أنه الأهلي مع اتحاد الكورة المصري كان له تقصير بنسبة ما في أنهم مقدموش ملف يستضيفوا به المباراة النهائية من بدري وقت ما كان الكاف فتح التقديم لتنظيم المباراة عشان كده كده الكاف قانونيا وده اللي خلى المحكمة الرياضية ترفض أي طلب من النادي الأهلي أنه الكاف قال لك أنا ما قد مشغل ملف واحد الملف المغربي بعد انسحاب الملف السنغالي فأنا وفقت عليه فطلع نفسه من الحكاية بس طبعا الكاف كان يقدر يعرض على دول أخرى وفي دول أخرى كان ممكن تصديف المباراة والكاف عشان يبعد عنه الريبة كان ممكن يتحمل بعض التكاليف في استضافة يعني فيه تفاصيل كتيرة ممكن كانت تحصل لو الكاف ما كانش عايز المغرب هي للتصديف المباراة عشان هو اللي تأخر في الإعلان عن الدولة المستضيف وبالتالي كان من المفترض أنه يعمل موقف أحسن من كده أنه دولة أخرى تصديف المغرب تبقى دولة محايدة بس اللي حصل حصل اللي حصل حصل بس اللي حصل بعد كده من إدارة النادي الأهلي في مخاطبات للاتحاد الدولي والمحكام الرياضية واللكاف وبيانات وخلافه هو كده الأهلي عمل كل اللي عليه وزيادة يعني الأهلي ما كانش ينفع يعمل أكتر من كده ناس والأصوات اللي كان لازم الأهلي ينسحب والأهلي كلام ده كلام مش صحيح مش كلام احترافي مش كلام اللي كان هيخسر كتير وانا شرحت لكم وقتها اللي يخسر قد إيه لو نسحب من البطولة يخسر ماليا وإداريا وعلى مستوى البطولة يخسر خسائر أكبر بكتير قوي من خسارة مباراة الأمس حد تاني طرف تاني في نفس القصة بتها الإدارة قالك لا الأهلي شوش على اللاعبين والجهاز الفني بالبيانات والشكاوى واللي عمله ده كله لا ما هو لو لقدر الله يعني لقدر الله يعني لو لعبت النادي الأهلي لو أكبر نادي في القرى الأفريقية ما عندهمش من الاحترافية هم والجهاز الفني إن هم يفسروا نفسهم عن اللي بتعملوا الإدارة يبقى دي مشكلة أصلا كبيرة دي مشكلة بعيدة عن الإدارة أصلا ده مشكلة في النادي كل تبقى كارثة يعني بس ده مش منطق